اشتركوا في القناة المعنونة بخفافيش الضلام اعتقد ان من المناسب جدا ان ابدأ بربط بينما قبل 14 فبراير وما بعد 16 مارس وفي اثناء وجوج لجنة تقصي الحقائق وما بعد تقديم التقرير في 23 نوفمبر 2012 وبعد 20 مارس 2012 يوم ان قدمت اللجنة الوطنية تقريرها وإلى اليوم صدقوني هذا ليأخذ وقتا طويلا لانني سأقوله بمفردات لا بانشائيات وجمال لجنة تقصي الحقائق في فقرتها 1180 اعطت ختاما واضحا جليا يدل على ان المسألة لا تحتاج الى اكثر من هذا التعقيد ويشكل الاخفاق في اجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات وذلك في باب اسلوب تنفيذ عمليات القبض في من هذا التقرير والفشل في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الانتهاكات من جانب القوات الام الفقرة الاخيرة يشكل هذا اساسا لتحمل القيادات العليا للمسؤولية في المؤتمر الصحفي الماضي كانت احصائية البيوت التي تم مداهمتها اكثر من 270 بيت والان وصل العدد الى اكثر من 311 بيت هذا ما وثقناه في اقل من اسبوع يزداد حوالي اكثر من 40 بيت هذه الانتهاكات وصفها تقرير لجنة تقصي الحقائق بانه مخالف للقانون الدولي والقانون المحلي وللدستور ايضا يوم امس قرأنا بان معالي وزير الداخلية يوجه للتحقق في ادعاءات تجاوزات الشرطة في حين ان هناك فرق بينما دعا اليه الوزير من التحقق في الادعاءات وبينما يجب ان يدعو اليه وهو التحقيق في الادعاءات وليس التحقق من اساسها وكأن الوزير لا زال ليس مطمئنا بان هذه الانتهاكات حصلت فيدعو للتحقق منها انا ادعوك يا معالي الوزير ان تبادر بامر اجراء التحقيق فيها لان هناك مرسوما ملكيا رقم 27 لعام 2012 صدر بشأن مكتب مستقل لامين عام للتظلمات لوزارة الداخلية واعتقد ان وزارة الداخلية لم تقم بدورها الكافي لتطلع المجتمع على ان لهم الحق في ان يتقدموا بهذه الشكاوى اذا تعرضوا الانتهاكات هذا المرسوم يضع معنى الشكوى ومعنى الفعل المؤثم ومنتسبي قوات الامن منتسبي قوات الامن يقول جميع العاملين بقوات الامن العام ايا كان موقع عملهم هنا تكمن مشكلة كبيرة واعتقد ان وزارة الداخلية منتبهة لها ولكنها لا تجد لها حلا وهي ان هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون ناتجة عن خلل نشير الشنطة بكبرها وفكنا عنها الخلل تنظيمي في واقع الامر لان هناك وزارة الداخلية فيها الامن العام وضمن الامن العام في هيكلته يوجد القوات الخاصة التي يكون من ضمن شعبها شعبة قوات الشغب او قوات حفظ النظام انا متأكد ان هذه القوات لا تأتمر باوامر الداخلية لان ما تقوله الداخلية سواء عبر تصريحاتها وعبر ادعاءاتها وعبر تويتراتها وعبر حتى لقاءاتهم حتى تصريحات الوزير نفسه نجد انهم يقعون في حرج تام لانهم لا يصدقون فيما يقولون بعد حين ولا اعتقد ان عاقلا يقبل لنفسه ان لا يكون صادقا امام الرأي العام في 24 ديسمبر 2011 حينما حصلت احداث الاعتداء على منزل في منطقة الشاخورة في اقل من 24 ساعة خرجت وزارة الداخلية لتعلن بان هذه الحادثة سوف يتم التحقيق فيها ولم يستطيعوا انا اربع عنهم انهم يكذبون ولكنهم عاجزون لان هناك من يمنعهم من ان يذهبوا لحد ادانة من يؤمر من قبل غيرهم هذه اشكالية عند وزارة الداخلية عند الاجهزة الامنية عند الاجهزة الامنية سواء كانت الامن العام وزارة الداخلية الجهاز الوطني الحرس الوطني القوة الدفاع الجيش جميعهم اعتقد لا يستطيعون ان يقوموا بدور متناسق ولا يستطيعوا ان يقوموا بدور يعني يمكن ان يكون ذا نتاج واحد او نتاج متناسق هناك تركيبة اخلاقية التركيبة الاخلاقية تتمثل في اصدار وزير الداخلية لقرار باصدار مدونة سميت بمدونة سلوك رجال الامن وهذا القرار الذي صدر كشف في واقع الامر عن ان هناك تجاوزات مخجلة تجاوزات ساقطة متخلفة لا يقبل بها جهاز الامر ولهذا صدرت هذه المدونة حتى تكون موجها لرجال الامن الذين اتهموا بارتكاب انتهاكات هناك عدم شفافية لا توجد شفافية لدى وزارة الداخلية ولا لاجهزتها الاعلامية ولا لمكاتب تسجيل الشكاوة ولا للتعاطي مع المجتمع نجدهم يبادرون لمواطن للاخبار عن مواطن تعرض في منطقة دار كليب ربما اعتداء عرضي بين مواطن ومواطن ربما من جماعة وجماعة لا بأس اخبروا عنه ولكن ما اكثر الجرائم التي اتقع على الارض احيانا يبادرون لنفيها واحيانا يتجاهلونها تماما هذه الشفافية وعدم الحيادية والانحياز للطرف الرسمي من قبل وزارة الداخلية يفقد الثقة المواطن بها يعني الى درجة كبيرة القصص التي تصلنا الى درجة المهانة التي يتعرض لها المواطنون اعتقد ان على وزير الداخلية واعتقد ان اجهزته تخبره بهذا الكلام ذهبت اجهزتكم الى ابعد حد مما يتخيله الانسان تاريخ 27 اوقفوا احد مشائخنا احد علمائنا واهانوه بسبب تجرؤه على لبس العمامة لماذا تلبس عمامتك بجرأة وهذا حصل في سترة البارحة حصل في الدراز في سترة حصل للشيخ ابراهيم الستري والبارحة حصل الى الشيخ محمد جواد الشهابي وطلبوا منه نزع عمامته هذه اخلاق رجالك يا وزير الداخلية اذا كانت هذه اخلاق رجالك فانا اخبرك عن هذه الاخلاق عليكم ان توقفوا هذه الاخلاق الوضيعة اعتقد ان ما تعانيه امهاتنا في البيوت وما يعانيه ابناؤنا ذكره تقرير لجنة تقص الحقائق وانتم في وزارتكم تعاملتم مع هذه اللجنة ونفيتم بعض الشيء واعترفتم ببعض الشيء ولكن كل ما يكون اليوم هو ذات ما كان يحصل قبل تقديم لجنة تقص الحقائق وقبل انتهاء اللجنة الوطنية في ثلاثين عشرين من متابعاتها للجهات التنفيذية وقبل تشكيل جهاز المتابعة برئاسة السيدة دانا الزياني وقبل لا اعرف ما الذي سيحصل ولكنه لا زالت الانتهاكات مستمرة علمكم بها يحملكم المسؤولية ويضعكم امام المسؤولية القانونية ويشير تواجد هذه الفقرة من لجنة تقص الحقائق التي لا زالت بمصداقيتها الى اليوم ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي الى ان هذا هو اسلوب تدريب هذه القوات الامنية هذا ما استنتجته لجنة تقص الحقائق وان هذه هي الطريقة التي من المفترض ان يعملوا بها هل يرضيكم هذا؟ ما لا يتناسب مع اخلاق العرب ولا مع اخلاق الاسلام ولا مع اخلاق الانسان ولا مع اخلاق المعاهدات ولا مع ما افاد به الدستور ولا حتى القانون الذي هو اقل درجة من كل ذلك ومن استنتج هذا الاستنتاج هو ليس صفويا او مجوسيا او مواطنا بحريني يعادي سلطته ويعارضها من استنتج هذا هم خبراء حقوقيين لا علاقة لهم لا بالبحرين ولا بغيرها جاءوا برسم امر ملكي حتى يقوموا بدورهم وان هذه الاحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الاعلى في تسلسل القيادة داخلية ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني هذا قبل صدور تقرير لجنة تقص الحقائق اما وعلمتم لماذا كل هذه الانتهاكات لن نترك اجهزة من اجهزة الدولة تمعن اذاء وتعذيبا وتنكيلا وظلما وتمييزا الا وسنفضحها على رؤوس الاشهاد اذا كانت وزارة الداخلية او الاجهزة الامنية التي تعمل بضمنها تعتقد ان هذه السلوكيات ستؤثر على مسيرة المعارضة السياسية للسلطة الظالمة ولظلم السلطة فهي مخطئة تماما انتم بفعلكم هذا تزيدوننا اسرارا اذا كانت هذه السلوكيات تعتقدون انها ستجعلنا نتراجع هي ستزيد صلابتنا وستقوي موقفنا حتى امام رأي العام الدولي استمرار هذه السلوكيات تجعل السلطة تدفع ثمنا غاليا لانها لا زالت عاجزة عن دفع الثمن ما قامت به ايام السلامة الوطنية فالفواتير لا زالت معطلة ودليل ذلك ان التوصيات التي قدمت لكم لم تستطيعوا ان تحترموها او تنفذوها او تنقلبوا على سلوككم فتغيروا الواقع هذه الفاتورة الفاتورة ان تغيروا الواقع وتحترموا الانسان وبذلك ستحترمنا انفسكم لانه ليكون هناك من يعني يلومكم يعاتبكم يدينكم نحن يهمنا قيمة الانسان لاننا في كل يوم في هذه الجمعية وفي الجمعيات الاخرى الحقوقية نسمع الناس يتقدمون بشاكواهم في السرقات في الاعتداءات في الشتم في التكسير في الاهانات في الملاحقات وكما ذكرت لكم اصبحنا اليوم نسمع ان عالي من يمشي بعمامته يوقفه اناس مجهولون لا اعرف حجمهم ورخصهم يجبرونه على فصح امامتي او نزع امامته ويهينوه في ذلك اعتقد اذا كنت قد اقصنت يا وزير الداخلية على تحمل الامانة باخلاص وصدق عليك ان تنقل هذا الى الملك حتى تتوقف هذه السلوكيات الرخيصة قبل كم يوم اعلن عن حجم عشرة ملايين دينار عشرة ملايين دولار تعرفون ما هو حجم هذه السرقات والكلث باختصار هذه كانت الى فترة ما قبل انتهاء لجنة تقص الحقائق منذ منتصف مارس شملت مبالغ مالية سرقت من البيوت في وقت المداهمات من الامن والجيش وكل القوات التي كانت تصاندها وسرقت من المواطنين هم في الطرقات وسرقت من اي موقع لأي ملك خاص جاءنا المواطنون ليقولوا قد سرق منا هذا وذاك ووزارة الداخلية اعترفت بوجود سرقات قام بها منتسبوها وذلك في اثناء تحقيق لجنة تقص الحقائق معه حينما قالوا انهم انهم تحفظوا على مقتنيات تمت سرقتها وهي تدين السرقة وهم من منتسب وزارة الداخلية سأتي الى الفقرة عدد السيارات اكثر من ستمائة الى سبعمائة سيارة هذا ما دولناه وما وثقناه تمت مصادرتها وتدميرها اما اذا تحدثنا الى ما يصل الى يومنا هذا من تخريب وتكسير واستهداف عمدي ومن قبل جهاز اجهزة الامن فهي تصل الى اكثر من الفين سيارة محركات محركات الطرادات والطرادات التي دمرت السيارات الاجرة التي اوقفت لمدة ثلاثة شهور وبعصات السفر والشاحنات كل هذه كانت تدميرا رسميا لاموال المواطنين في رزقهم اما تكسير الاثاث وتكسير الابواب والنوافذ ومحاولة تخريب الديكورات فكانت مكلفة وباهظة جدا لانكم تعلمون ان رجالكم كانوا يسأل المواطن كم يستلم كم كان راتبك وكلما ارتفع الراتب كلما زاد الانتقام وكأنه يطر هذا من سلطتكم لا لانه يحصل عليه جراء عرق جبينه وجراء تعبه وكفاءته هكذا كان رجال امنكم الذين سلبوا الامن لابتوبات ايبادات نقالات اجهزة الكترونية تلفزيونات معرف ايش كلها هذه من ضمن التي تم تسجيلها وتوثيقها الذهب 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 مجوهرات والذهب كانوا يسرقونها هناك اشياء من الصعب جدا على الانسان ان يعطي ثمنه خصوصا الاشياء غير ذات الثمن القيمي او المادي ولها قيمة معنوية كصورة قديمة وما الى ذلك هذا يقول لك انا ما اقدر اخلي اليه ثمن لان هذا فقدته خلاص انكسر او انسرق او ما الى ذلك على انه لا يعني شيئا للسارق بينما يعني الكثير لمن سرق منه هل ممكن اعادة ارض الفيلم حتى انهي هذا هو الان يشتغل قريب ينتهي сообщ احتراف وزارة الداخلية بحالات السرقة التقro毒 واعتراف وزارة الداخلية بحالات السرقة حينما تقول أنها تم تحريز الأجهزة الإلكترونية باعتبارها أدلة ضد الأشخاص المقبوض عليهم إذا أقرأ المادة أو إذا أقرأ الفقرة كاملة تلقت اللجنة 16 شكوى تفيد بأن أفرادا من قوات الأمن قاموا بنهب ممتلكات من داخل المنازل في معرض عمليات القبض حيث تضمنت الأغراض المنهوبة أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب المكتبية والمحمولة وكذلك وكذلك بعض المتعلقات الشخصية كالحلي والعطور والأموال وقد أخبرت وزارة الداخلية محققية اللجنة بأنه تم تحريز هذه الأجهزة الإلكترونية باعتبارها أدلة ضد الأشخاص المقبوض عليهم إذن ما الذي دعا هؤلاء الشرطة أن يأخذوا الحلي والعطور والأموال إذا كان الجهاز الإلكتروني يدل على تهمة ضد من قبض عليه هل القلادة تدل على أنه عنده عمل إرهابيا وعند زوجته اتصالا مع منظمة إرهابية لأنهم سرق وأود أن أقول لوزير الداخلية أنني في تقرير لجنة تقص الحقائق رأيت أن وزارتكم وهي وزارة كذبت فأرجو أن لا تعتبروا أن شعب البحرين كله كاذبا فخر لكم أن يكون هذا الشعب صادقا حتى وإن كشف سواءتكم شكرا بسلطان على لا لا أقوم بساطة شارفتنا كيف يتجربون؟ كيف يتجربون؟ اذا اصبحت مستقبل من السبب؟ اذا اصبحت مستقبل تعمل معكم؟ يتجربون 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 شكرا للمشاهدة